وإلى آخر المستجدات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية يعتزم رئيس الأمريكي جو بايدن توفير نظام دفاع جوي باتريوت آخر لأوكرانيا لصد الهجمات الجوية الروسية حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس وذكرت الصحيفة أن بايدن اتخذ القرار بعد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع الماضي ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن النظام المعني موجود في بولندا ويمكن نشره على خط المواجهة في أوكرانيا في غضون أيام وإذ أتأكد ذلك فسيكون هذا الثاني نظام باتريوت أمريكي الصنع تقدمه واشنطن إلى كييف